سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أرضاه كان يدعو دعوة عجيبة كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك و دفنا في بلد حبيبك عمر بن الخطاب الفاروق طيب الصحابة تعجبوا لدعوة سيدنا عمر كيف تجتمعان هاتين الدعوتين شهادة في سبيل الله و دفن في بلد رسول الله طيب إزاي و سيدنا النبي حرم المدينة قال ما بين لابتيها حرام و قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة و أنا أحرم المدينة ليس فيها قتال فكيف سيدنا عمر يطلب من الله أن يقتل في سبيل الله و أن يدفن في مدينة رسول الله فتتحقق دعوة سيدنا عمر و هو يصلي بالناس إماما في محراب رسول الله يأتي هذا النجس هذا المجوسي أبو لؤة المجوسي و يقتل الفاروق عمر فيحظى بالشهادة في سبيل الله و يدفن بجوار سيدنا رسول الله تعالوا شوفوا حسن الخاتمة بتاع سيدنا عمر بعدما قتل رضي الله عنه أرضاه يقول لسيدنا عبد الله بن عمر يا عبد الله ضع خد أبيك على الأرض عمر بن الخطاب فاروق الأمة المبشر بالجنة و صاحب رسول الله الملهم الذي كان ينزل القرآن يؤيد رأيه يا عبد الله ضع خد أبيك على الأرض عل الله أن ينظر إلي نظرة رحمة و يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر رضي الله عنك يا فاروق الأمة ما أحبك إلا مؤمن و ما أبغضك إلا منافق يا ابن الخطاب يا فاروق الأمة يا عمر ثم يقول لسيدنا عبد الله بن عمر لولده يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة و قل لها إن أبي يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه يذهب سيدنا عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة و يقول لها يا أم المؤمنين إن أبي يستأذن منك أن يدفن بجوار صاحبيه إن سيدنا عمر يريد أن يدفن بجوار سيدنا رسول الله وبجوار سيدنا أبي بكر وكانا قد دفنا في حجرة أم المؤمنين عائشة فقالت أم المؤمنين الحصان الرزان العفيفة الشريفة التقية النقية الوفية البهية رضوان الله عليها من سب عائشة يقتل من سب عائشة فقد كفر قالت يا عبد الله كنت أود أن أدفن في هذا المكان ولكني أوثر به عمر فعاد إلى أبيه فبشره ودفن بجوار صاحبي